بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلابي وطالباتي أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من مادتنا أحياء 2-3 لعلنا في درسنا الماضي ونحن ندرس علم الوراثة أو الوراثة المندلية اختتمنا هذا الدرس بالتعرف على مربع بانيت اتفقنا بأن الذي وضع هذا المربع الدكتور ريغنالد بانيت في عام 1900 هذا المربع يستعمل لتوقع الأبناء المحتملين والناتجين عن التلقيح بين طرازين جينيين معروفين للآباء إذن كنا متفقين أن هذا المربع يستخدم لمعرفة التوقعات ما هي الاحتمالات لظهور هؤلاء الأبناء واتفقنا سوياً لعلنا أظهرنا هذا الجدوى الذي كان يدرس صفة ثني اللسان هذه الصفة السائدة كان هناك أبوين الذكر والأنثى جميعهم كانوا قادرين على ثني اللسان ولكن الطرز الجينية لم تكن نقية الطرز الجينية كانت هجينة قمنا بتوزيع هذه الطرز الجينية وزعنا الذكر في الصفة العامودي ظهر معنا الجين الأول تي كابيتل والجين الثاني تي سمول والأنثى بنفس الفكرة بنفس التوزيع وزعناها أفقياً أخذنا الجين الأول تي كابيتل ثم الجين الثاني تي سمول وبدأنا نتخيل ما هي الاحتمالات ما هي التوقعات عند التقاء هذه الأمشاج هذه الأليلات عندما يلتقي تي كابيتل مع تي كابيتل سفيظهر أحد الأبناء يحمل صفات ثاني اللسان ولكن نقية وعندما يلتقي تي كابيتل مع تي سمول سوف تظهر نفس الطرز الجينية والشكلية للأبناء هذا القدرة على ثاني اللسان وتكون هجينة وعندما يلتقي تي سمول مع تي كابيتل سوف يتشارك مع أخيه بنفس الصفات على مستوى الشكلية وعلى مستوى الطرز الجينية ولكن عندما التقى T small مع T small لاحظنا ظهور أحد الأبناء لا يملك صفة ثاني اللسان سوف يكون عاجز عن ثاني اللسان مع أن الأبوين على المستوى الشكلي كانوا يملكون هذه الصفة من الممكن أن يورثون هؤلاء الأبناء هذه الصفة لأبنائهم مع أنهم يملكون صفة أو القدرة على ثاني اللسان ولكن ظهر أحد الأبناء في أحد الاحتمالات بأعدم القدرة على ثاني اللسان وذكرنا بأن هذه هي عبارة عن احتمالات في علم الوراثة ليس بالضرورة أن تظهر هذه النتائج مثل ما يظهرها مربع بنت تكلمنا عن قانون التوزيع الحر وذكرنا بأنه ينصع أن التوزيع العشوائي للجينات المتقابلة يحدث في أثناء تكون الأمشاج حيث تتوزع هذه الجينات على الكروموسومات المنفصلة بشكل حر في أثناء عملية الانكسام المنصف لعلنا من بداية دراستنا للوراثة المندلية يكون هناك تكلم بذور صفراء بذور خضراء وبذور صفراء مستديرة وبذور خضراء مجاعدة كان يعتقد العلماء أن صفة الشكل الدائري مرتبطة مع اللون الأصفر لا تظهر إلا في النباتات التي تحمل اللون الأصفر وصفات الشكل المجاعد لا تظهر إلا في النباتات التي تحمل اللون الأخضر ولكن باستخدام قانون من دل استخدام هذا القانون الذي يذكر أن هذه الأمشاج تتوزع عشوائياً تتوزع بشكل حر سوف تعطينا احتمالات مختلفة من هذه الجينات شاهدنا عندما وزعنا في مربع بين ظهور بذور صفراء كان شكلها مجعد كذلك ظهور بذور خضراء كان شكلها مستدير وهذا يدل عدم ارتباط صفة الشكل الدائري مع اللون الأصفر أو صفة الشكل المجعد مع اللون الأخضر هنا قانون مندل الثاني والذي نسميه التوزيع الحر اليوم بإذن الله لدينا درس جديد ينص درسنا ويذكر في ارتباط الجينات والمجموعات الكروموسومية في الفكرة الرئيسة يعد عبور الجينات المرتبطة مصدرا للتنوع الوراثي خلال دراستنا لدرس ارتباط الجينات والمجموعات الكروموسومية نهدف لأن تلخص وتلخصي كيف يؤدي الانقسام المنصف إلى تركيب جينية جديدة كيف تفسر وتفسري كيف يمكن استخدام ارتباط الجينات في عمل خريطة كروموسومية كذلك تحلل وتحلل أهمية تعدد المجموعة الكروموسومية في مجالات الزراع عندما تحدث عن تركيب الجينية الجديدة هي ارتباط الجينات الجديدة الناتج عن العبور الجيني والتوزيع الحر إذا تذكرون في الانقسام المنصف في التحديد في الطور التمهيدي كان هناك عملية تشابك كان هناك عملية تصالب من خلال هذا التشابك ما بين هذه الكروموسومات كان تحدث عملية عبور انتقال لهذه الجينات ما بين الكروموسومات الذكر إلى الكروموسومات الأنثى يسميها العبور الجيني فهنا نذكر بأنها ارتباط الجينات الجديد الناتج عن العبور الجيني والتوزيع الحر فيمكن حساب التراكيب الجينية المحتملة باستخدام المعادلة 2N وإن هي رمز لعدد أزواج الكروموسومات إذن كيف نحسب احتمالات هذه التراكيب الجينية ما هي الصفات الوراثية لكل هذه المخلوقات نحن نعلم أن هناك أزواج من الكروموسومات إذن تتذكرون نحن نتكلم عن قسام منصف كان هناك أزواج من الكروموسومات كروموسوم يأتي من الأب كروموسوم يأتي من الأم تلتقي هذه الكروموسومات في منطقة السنترومير وذكرنا بأن هذه الأزواج المتماثلة تكون متشابهة في الطول تشترك أو تتقابل بنفس الصفات كذلك في نفس موقع السنترومير هنا نذكر ما هي الاحتمالات لهذه الأزواج الكروموسومية التي سوف تعطينا هذه الصفات الوراثية كيف نحسبها؟ من خلال المعادلة 2SN وN تعني عدد الأزواج الكروموسومية كمثال يظهر لنا الكتاب يحوي نبات البازيلا مثلا سبعة أزواج من الكروموسومات فما هي التراكيب الجينية المحتملة لنبات البازيلا؟ هنا نذكر لكم 2S7 و 2SN لماذا ذكرنا سبعة؟ لأن سبعة تمثل الأزواج الكروموسومية نبات البازيلا يملك سبعة كروموسومات إذن عندما نذكر نبات البازيلا يملك سبعة أزواج من هذه الكروموسومات باستخدام القاعدة التي تعطينا عدد هذه الاحتمالات والتراكيب الجينية نذكر 2SN نعوض N بعدد الأزواج سبعة 2S7 وكأننا نذكر 2 ضرب 2 بأربعة 2 ضرب 2 بأربعة بثمانية أثنين ضرب ثمانية بسطة عشر أثنين ضرب سطة عشر أثنين وثلاثين أثنين وثلاثين ضرب أثنين يطلع الناتج أربعة وستين أربعة وستين ضرب أثنين هنا مية وثمانية وعشرين هذا على المستوى الزوجة الأول من الآباء في الأنثى كذلك سوف تعطينا نفس الناتج أو النشيج المؤنث بنفس الفكرة سوف يعطينا مية وثمانية وعشرين لكي نحصل على هذا الرقم نضرب مية وثمانية وعشرين في مية وثمانية وعشرين لنحصل على التراكيب الجينية المحتملة لنبات البازللا ما هي التراكيب الجينية؟ ما هي الصفات التي من الممكن أن تظهر على نبات البازللا فالتراكيب الجينية المحتملة بعد الإخصار مية وثمانية وعشرين ومية وثمانية وعشرين وذكرنا أن مية وثمانية وعشرين هي نتاج 2S7 لأزواج الكروموسومية هنا ينتج لدينا احتمالات أو تراكيب جينية محتملة 16384 احتمال بمعنى سوف يكون لدينا تباين واختلافات ما بين هذه النباتات تختلف مثلا في لون البذور تختلف في مسألة الطول والقصر تختلف مثلا في شكل هذه البذور تختلف مثلا في كونها الأزهار إرجوانية والأزهار بيضة تختلف في موقع الزهرة ما بين محوري هذه الصفات لا يمكن أن نشاهد تشابه في هذه النباتات فالاحتمالات للتراكيب الجينية في نبات البازيلا 16384 عندما نحسب التراكيب الجينية المحتملة بعد الإخصاب في الإنسان بنفس القاعدة بنفس الفكرة نذكر 223 نحن تعلمنا أن الإنسان يملك كم؟ 46 كرموسوم لماذا نذكر 23؟ نتكلم عن أزواج الكرموسومات أزواج الكرموسومات داخل خلايانا صحيح أن خلايانا تملك 46 كرموسوم ولكن هذه الكرموسومات مثل ما ذكرنا تأتي على شكل أزواج على 23 زوج من الكرموسومات لم نذكر 23 كرموسوم نحن نذكر 23 زوج التي تعادل 46 فعندما نقوم بهذه الحسبة أو بتعويض هذه المعادلة نستطيع أن نذكر 223 يظهر لنا هذه التراكيب فالتراكيب الجينية المحتملة بعد الإخصاب عندما نضرب ناتج التراكيب الجينية للذكر مع التراكيب الجينية للأنثى سوف يكون لدينا احتمالات أكثر من 70 تريليون على مستوى الاحتمالات إذن من الصعب جدا جدا أن نشاهد أحد البشر يتشابهون في صفاتهم الوراثية قد يتشابهون في صفة ولكن سوف يختلفون في العديد من الصفات إذن هنا نتكلم لا نتكلم عن صفة واحدة أو صفتين أو ثلاث نحن نتكلم عن جميع الصفات الموجودة في التراكيب الجينية في أزواج الكرموسومات ولكن في حالة واحدة فقط من الممكن أن نشاهد هذا التشابه وهي في حالة التوائم المتطابقة لعلكم تتذكرون ونحن ندرس التكوين الجنيني في الإنسان ومراحل أنه مذكرنا أنه بعدما تحدث عملية الإخصاء بالتقاء الحيوان المنوي مع البويضة تدخل الخلية في عملية انكسامات متتالية خلية خليتين أربع ثمان ستة عشر خلية ثم تبدأ تتكون هذه البلاستيولا ثم يتكون هناك كتلة حيوية سوف تعطينا هذا الجنين هذه الكتلة تبدأ بالانقسمات لتكون الجنين ولكن في حالات نادرة هذه الكتلة تنقسم لتكون جنينين إذن هذه الكتلة التي انقسمت هي نتاج حيوان المنوي واحد وبويضة واحدة إذن ورث لهذه الكتلتين التي انقسمت داخل الجنين نفس الصفات الوراثية فاحتمال وجود إنسان يشبه إنسان لا يحدث إلا مثل ما ذكرنا هنا 70 تريليون ونسبة الاحتمالات فلا تحدث إلا في حالة التوائم المتطابقة في ارتباط الجينات عندما نعبر عن الجينات المرتبطة هي الجينات التي تقع بعضها قرب بعض على الكروموسوم نفسه إذن هنا هنا هذا جين مرتبط مع جين مرتبط مع جين مرتبط إذ تذكرون ونحن نتكلم في الانقسام المنصف ذكرنا بأن هناك مجموعة من الأزواج التي تنقسم بعضها مع بعض تكون ملتصقة وتكون هناك صفات وراثية تتواجد على هذه الكروموسومات إذن هذه الصفات المرتبطة مع بعضها البعض سوف تنتقل عندما يتم عملية انقسام هذه الخلايا إلا في حالة العبور الجيني من الممكن أن يذهب هذا الجزء أو هذه الصفة تنفصل عن هذه الصفة تنتقل للمشيجة المؤنث أو أحد هذه الجينات عندما عبر المشيجة المذكر تنتقل لهذا المشيجة المذكر تنفصل عن هذه الصفة المرتبطة أو التي تتواجد بالقرب منها فعندما نعبر عن الجينات ما هي الجينات المرتبطة هي الجينات التي تقع بعضها قرب بعض على الكروموسوم نفسه إذن هذا كروموسوم مثلا للأب وهذا كروموسوم للأم هنا صفات جينية التي لونت بألوان مختلفة هذه تعتبر جينات مرتبطة لأنها قريبة من بعضها البعض فكيف تنفصل هذه الجينات أو كيف تبتعد هذه الجينات من الممكن أن تبتعد في حالة عملية العبور الجيني عندما مثلا ينقسم هذا الجزء ويذهب ليكون جزء من الأم أو ينفصل هذا الجزء ليدهب إلى الذكر هنا نسميها عملية عبور جيني أو انفصال لهذه الجينات فالجينات المرتبطة هي الجينات التي تتقع بعضها قرب بعض على الكروموسوم نفسه تنتقل معا كقطعة واحدة أثناء تكوين الأمشاج ولا ينطبق عليها قانون مندل الثاني الذي نسميه التوزيع الحر أو التوزيع العشوائي لأنها لا تنفصل بشكل حر أو مستقل أثناء تكوين الأمشاج تذكرون هذه الصورة استعرضناها سويا ونحن نتكلم عن الطور التمهيدي وعندما تصطف هذه الخلايا في الطور الاستوائي ثم تفتقد لبعضها البعض في عملية الطور الانفصالي ولكن الكروموسومات عندما ذكرنا أنه هنا الجينات لو تخيلنا أن هنا صفات في هذا الجزء من هذا الكروموسوم في عملية الانقسام المنصف لا زالت هذه الكروموسومات متواجدة مع بعضها عملية العبر حدثت في الجزء السفلي لم يكن هناك أي عبر من الجزء العلوي عندما يتم فصل هذه الكروموسومات سوف ينتقل هذا الكروموسوم لأحد الأقطاب والآخر لأحد الأقطاب إذن الصفات الموجودة على هذا الكروماتيد المفرد سوف تنتقل جميعها بعضها مع بعض ولن تتوزع أشوائيا من ذلك كان يذكر أنه من الممكن أن يحدث توزيع أشوائي تلتقي الصفات بعضها مع بعض ولكن هنا بطريقة معاكسة في عملية ارتباط الجينات هذه الجينات التي تتواجد بالقرب من بعضها البعض من الممكن أن تنتقل بشكل كامل أن تنتقل كقطعة واحدة خلال عملية الانقسام ومثل ما ذكرت لكم عندما نتخيل المشهد في الانقسام المنصف هذه الصفات التي تواجدت هنا سوف تنتقل في هذه العملية أيضا لو تخيلنا في الانقسام الثاني في الانفصال الثاني سوف ينفص الكروماتيد عن كروماتيد أيضا من الممكن هذه الصفات الموجودة أو الصفتين الموجودة هنا سوف تنتقل مع بعضها البعض ولن يحدث هذا التوزيع العشوائي لن يحدث هذا التوزيع الحر داخل هذه الكروموسومات أو خلال هذه الانقسامات فتنتقل معا تنتقل معاً كقطعة واحدة أثناء تكوين الأمشاج لا ينطبق عليها قانون منذل الثاني أو اسمية توزيع الحر لأنها لا تنفصل بشكل حر أو مستقل أثناء تكوين الأمشاج من الممكن أن تكون مرتبطة مع بعضها البعض هنا يظهر لنا الكتاب المرحلة الأولى من قسام المنصف نشاهد هنا كروموسوم أو كروموسومات متضاعفة في الكروموسوم الأول يظهر معنا A small و B small في الكروموسوم الثاني A capital و B capital نشاهد هذه الكروموسومات ولعل دائماً أطلب منكم عندما نستعرض مجموعة من الصور بودي تتابعون هذه الصورة من خلال فتح الكتاب وتتبع هذه الرسمة نشاهد الجزء الأول الكروموسوم الأول هنا يحمل A small و B small والكروموسوم الثاني يحمل في أحد الكروماتيدات A capital و B capital دعونا نتتبع العملية حدثت في الانقسام المنصف الأول نلاحظ أنكسم الكروموسوم المتماثل عن الكروموسوم المتماثل أحدهم ذهب إلى خلية والآخر ذهب إلى خلية ولكن لا زالت صفة A small مرتبطة مع B small لا زالت صفة A capital مرتبطة مع B capital أيضاً عندما تم انشطار هذا الكروموسوم المتضاعف إلى كروماتيد مفرد نشاهد في الناتجة النهائية في الأربع نلاحظ أن صفة A capital مرتبطة مع B capital A capital مرتبطة مع B capital أيضاً A small مرتبطة مع B small هنا ما نعبر عنها ارتباط الجينات عندما كانت بالقرب من بعضها البعض من الممكن أن تنتقل كقطعة واحدة لا تتوزع بشكل حر مثل ما نص عليه قانون مند عندما نتكلم عن خرائط الكروموسومات يقصد بها ترتيب الجينات على الكروموسومات إذن هذه الجينات المسؤولة عن الصفات تترتب على هذه الكروموسومات الجين المسؤول عن صفات الشعر الجين المسؤول عن لون البشرة الجين المسؤول عن الطول الجين المسؤول عن مثلاً لون العينين هذه الجينات تترتب على هذه الكروموسومات وأنتم أيضاً لديكم جراية نحن نتكلم عن الطفرات تتبعنا تركيب الـ DNA وذكرنا أن الطفرة يتغير في ترتيب الجينات ينتج عنه تغير في هذه الصفات نشرت أول خريطة كروموسومية عام 1913 ميلادي باستخدام آلاف عمليات التلقيح لذبابة الفاكهة إذن العلماء أجروا هذه التجارب على ذبابة الفاكهة ويتذكرون ذبابة الفاكهة ونحن نتكلم عن قسام المتساوي كانت هذه الخلايا تنقسم بشكل سريع قد يصل إلى ثمان دقائق فالعلماء أجروا العديد من آلاف أو آلاف عمليات التلقيح لذبابة الفاكهة يتتبعون الخريطة الكروموسومية وكأن العلماء يريدون أن يتتبعون أين يوجد لون العين؟ أين يوجد شكل الجناح؟ أين يوجد لون هذه الذبابة؟ يريدون أن يعرفون مواقع هذه الجينات على هذا الكروموسوم هذه العملية نسميها خريطة كروموسومية تحدث عملية العبور في الجينات البعيد بعضها عن بعض أكثر من الجينات القريب بعضها عن بعض تذكرون نحن ذكرنا هنا هذا عملية كروموسومات لتخيل الكروموسوم هذا الثنائي لما يكون لدينا جين مثلا في الكروماتيد الأول والجين الآخر يتواجد بعيد عن هنا يذكر العلماء كلما كانت الجينات بعيدة عن بعضها البعض احتمالية حدوث العبور سوف تكون أكبر احتمالية انفصال هذه الصفات عن بعضها سوف تكون أكبر فتحدث عملية العبور في الجينات البعيد بعضها عن بعض أكثر من الجينات القريب بعضها عن بعض يعني كمثال هنا نحن نتتبع هذه الخريطة لون الجسم الأصفر مثلناه بY لون العين الأبيض مثلناه بلون الأزرق لون العين القرمزي مثلناه بلون الوردي هنا احتمال انفصال الY سوف يكون أكبر من عملية عبور الجين Y أكبر من عملية عبور W و Y لأن Y و W يكونون بقرب من بعض بينما نشاهد هذا الجين المسؤول عن لون الجسم يكون أبعد لذلك احتمالية حدوث العبور لهذا الجين أكثر من الجينات الأخرى فتحدث عملية العبور في الجينات البعيد بعضها عن بعض أكثر من الجينات القريب بعضها إلى بعض ويمكن رسم خريطة الكروموسوم باستخدام بيانات عملي عمليات العبور الجيني بمعنى كل ما حدث يعني درسنا الخريطة الكروموسومية هذه الكروموسومات سوف تدخل في عملية انكسام منصف في عملية الانكسام منصف سوف يحدث عبور جيني عملية العبورجيني هناك تغير في الصفات إذن هذه الخريطة الكرومسومية سوف تتغير كلما حدث عملية عبورجيني سوف نشاهد هذه الخريطة الكرومسومية تتغير قبل قليل أظهرت لكم أظهرت أول خريطة كرومسومية لذبابة الفاكة بعدما تم إجراء آلاف عمليات التلقيح إذن عملية التلقيح سوف ينتج عنها عملية عبورجيني إذن العلماء تتبعوا هذه الذبابة أظهروا هذه الخريطة بعدما أجروا آلاف عمليات التلقيح ففي كل مرة يحدث عبر جيني سوف نشاهد تغير في هذه الخريطة الكروموسومية لا تمثل نسب الخريطة أو خريطة الكروموسوم المسافات الحقيقية على الكروموسوم ولكن تمثل المواقع النسبية للجينات إذا مثل ما يظهر هنا نحدد مثلا الموقع لون العيون نحدد لون الجسم ولكن هذه المواقع ليست بالضرورة مطابقة للحقيقة في الكروموسوم ولكنها كنسب متوقعة أو نسبية لتواجد هذه الجينات وحدة خريطة واحدة هي المسافة بين جينين على الكروموسوم يعني هنا نسميها وحدة خريطة واحدة المسافة ما بين جين وجين نعبر عنها بوحدة خريطة واحدة في آخر جزئيات درس ارتباط الجينات المجموعات الكروموسومية عندما نتكلم عن تعدد المجموعة الكروموسومية يوجود مجموعة إضافية واحدة أو أكثر من الكروموسومات في المخلوق الحي ويرمز المخلوق الحي الثلاثي المجموعة الكروموسومية بـ 3N وتعني أنه يحوي ثلاث مجموعات كاملة من الكروموسومات إذا عندما نتكلم وحدة الكروموسوم ثنائي الكروموسوم وحدة الكروموسوم نصف العدد ثنائي الكروموسوم العدد كامل هناك أزواج من الكروموسومات لدى المخلوقات الحية ولكن هناك مخلوقات حية تملك أكثر من زوجين على مستوى الكروموسومات هناك ثلاث مجموعات كروموسومية هناك أربع مجموعات كروموسومية بعض النباتات يصل فيها إلى ثمان مجموعات كروموسومية لدى المخلوق الواحد فالمجموعات الكروموسومية قد تكون أحادي المجموعة الكروموسومية نرمز لها بال1N وهو نصف العدد ثناء المجموعة الكروموسومية 2N كذلك متعدد المجموعة الكروموسومية 3N, 4N, 6N وحد المجموعة كرموسومية كمعلومة لعلنا نتذكرها سويا حبينا نعطي مثال على مخلوق يملك مجموعة كرموسومية واحدة دعونا نرجع للوراء ونحن نتذكر أحياء واحدة وبالتحديد في المفصليات عندما تكلمنا عن النحل وذكرنا أن النحل يستخدم عملية اسمها التكاثر العذري هذه النحلة التي كانت تنطلق تطلق الرحيق الملكي لينطلق خلفها جميع ذكر هذه الخلية يقومون بتلقيحها يتواجد داخل جهازها التناسلي ما أسميناه بالخزان المنوي عندما تحتاج المملكة لعاملات هذا البيض يمر على هذا الخزان المنوي يتم تلقيحه وتخرج العاملة بإذن الله سبحانه وتعالى ولكن ذكور النحل هذا البيض يخرج دون المرور على هذه الحيوانات المنوية لتصبح أحادية المجموعة الكرموسومية لدى ذكور النحل وليس الذكور والعاملات عندما نتكلم عن الذكور وهذا ما أسميناه ونحن نعبر عن التكاثر الجنسي أو اللاجنسي بالتكاثر اللاعذري فالنحل أو ذكور النحل كمثال للمخلوقات التي تملك أو كمخلوقات تملك مجموعة واحدة أو حادية المجموعة الكرموسومية ومتعدد المجموعة الكرموسومية مثل ما يظهر معنى 3N 4N أو 6N بمعنى ثلاثة أزواج أو أربع أزواج أو ستة أزواج من المجموعة الكرموسومية يحدث بشكل نادر في الحيوانات من الممكن أن نشاهد هذه المجموعات الكرموسومية أو تعدد المجموعة الكرموسومية في الحيوانات ولكن بشكل نادر مثل ديدان الأرض والأسماك الذهبية ويكون مميت وقاتل فيما لو حدث في الإنسان زيادة مجموعة واحدة قد تؤدي إلى متلازمة أمراض وهو قاتل ومميت بالنسبة لو حدث هذا الأمر في الإنسان لو حدث صفرة جينية أو خلل خلال انقسامات هذه وتكون الأمشات هو بمثابة أمر مميت وقاتل ويحدث بشكل شائع في النباتات مثل القامح يحوي ست مجموعات قصب السكر ثمان مجموعات الفراول ثمان مجموعات القهوة أربع مجموعات الشوفان ست مجموعات ولعلها من حكمة الله سبحانه وتعالى هذه النباتات هذه الصانعات هذه المنتجات التي تنتج الغذاء عندما يكون لديها مجموعة كرموسومية سوف تحصل على فرصة أخرى ما هي أهمية تعدد المجموعة الكرموسومية في النباتات؟ الحيوية، الصلابة، الحجم الكبير جميع هذه الصفات أضيفت لهذه النباتات ومثل ما ذكرنا هذه المنتجات هذه الصناعات ميزها الله سبحانه وتعالى لتبكى تعطي هذا الكوكب بهذه الجزئية نكون قد وصلنا لختام درس ارتباط الجينات والمجموعات الكرموسومية وجاي لكم بالتوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك